السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أبناء الطلاب والطالبات في مادة التربية البدنية والدفاع عن نفس وعنوان درس جديد واليوم سنتحدث عن إثراءات وهي عبارة عن دروس تم تعلمها سابقا وقبل البداية لا ننسى دور وأهمية تمرينات الإحماء والتهية أيضا لا ننسى ضرورة تهية مكان ملائم وآمن أيضا نشرب كميات كافية من الماء تعالوا نشوف أول تمرين للإحماء تمرين الأول الجري في المكان مع رفع ركبتين بالتبادل استعد ابتدي واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان أحسنتم يا بطال ومجموعة ثانية واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان ممتازين ومجموعة ثالثة واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان ممتازين ومجموعة رابعة وأخيرة واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان قف أحسنتم يا أبطال راح نعيد نفس التمرين مجموعة ثانية بأداء أفضل ويلا مع بعض استعد ابتدي واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان ممتازين ومجموعة ثانية واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان ممتازين يا أبطال ومجموعة ثالثة واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان أحسنتم يا أبطال ومجموعة رابعة وأخيرة واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان ممتازين قف أحسنتم يا أبطال تعالوا نشوف تمرين الإحماء التالي الوث في المكان مع فتح الرجلين والذراعين عاليا يلا مع بعض استعد ابتدي واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان مجموعة ثانية واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان أحسنتم يا أبطال ومجموعة ثالثة واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان أحسنتم يا أبطال ومجموعة رابعة وأخيرة واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان قف ممتازين وزي ما اتفقنا راح نعيد التمرين مجموعة ثانية بأداء أفضل ويلا مع بعض استعد ابتدي واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان ممتازين يا أبطال مجموعة ثانية واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان ممتازين مجموعة ثالثة واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان أحسنتم مجموعة رابعة وأخيرة واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان قف ممتازين يعطيكم العافية تعالوا نشوف تمرين الإحماء التالي نوضع الوقوف فتحا ثاني الجدع لليمين واليسار مع رفع الذراع بالتبادل يلا مع بعض استعد ابتدي واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان أحسنتم يا أبطال مجموعة ثانية واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان ممتازين مجموعة ثالثة وأخيرة واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان قف ممتازين يا أبطال يعطيكم العافية نعيد التمرين مجموعة ثانية بأداء أفضل ومدى حركي أكبر يلا مع بعض استعد ابتدي واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان أحسنتم يا أبطال مجموعة ثانية واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان ممتازين مجموعة ثالثة وأخيرة واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان قف ممتازين يعطيكم العافية تعالوا نشوف تمرين الإحماء التالي من وضع الرقود على الظهر وتاني الرقبتين الكفين ملامسة للرأس رفع الكتفين والجذع للأعلى ويلا مع بعض يا أبطال استعد ابتدي واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان مجموعة ثانية واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان أحسنتم يا أبطال مجموعة ثالثة وأخيرة واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان قف أحسنتم يا أبطال نشوف تمرين الإحماء الأخير نوضع الرقود على الظهر والكفين أسفل الظهر مع رفع الرأس والكتفين عاليا دفع وتحريك الرجلين للأمام ويلا مع بعض استعد ابتدي واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان أحسنتم مجموعة ثانية واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان ممتازين يا أبطال مجموعة ثالثة وأخيرة واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان قف ديكم العافية ما شاء الله ممتازين كذا انتهينا من أهم تمرينات الإحماء وبكذا نحن جاهزين لممارسة أي نشاط رياضي تعالوا نشوف درسنا لهذا اليوم اليوم راح نتكلم عن التغذية المناسبة بعد ممارسة النشاط البدني والعلاقة بين الغذاء الصحي والوزن إذن أبناء الطلاب والطالبات لابد أن نتعرف أولا على بعض النقاط المهمة في التغذية المناسبة أثناء وبعد ممارسة النشاط البدني يقل الجلوكوز المخزن في الكبد والعضلات مع ممارسة الرياضة إذن الجلوكوز أو الجلوكوز هو يعتبر الوقود للعضلات وهو مخزن في الكبد والعضلات ويقل هذا الجلوكوز مع ممارسة الرياضة ومن أجل استعادته مرة أخرى وملء خلايا الكبد والعضلات به ينبغي الزيادة في معدل الأطعمة الكربوهيدراتية ما هي الأطعمة الكربوهيدراتية؟ مثل الأرز والمكارونة والخبز فهذه بعض الأغضية الكربوهيدراتية والتي تعتبر تحتوي على الجلوكوز وهو الوقود أثناء ممارسة الرياضة إذن ينبغي الزيادة في معدل الأطعمة الكربوهيدراتية لمدة ثلاثة أيام بعد الحدث الرياضي أي بعد المنافسة الرياضية ماذا تسمى هذه التعبئة؟ تسمى بالتعبئة الكربوهيدراتية إذن لا بد من أكل كميات أكبر بعد المنافسة الرياضية كميات أكبر من الأطعمة الكربوهيدراتية مثل الأرز مثل المكارونة مثل الخبز فهي تحتوي على نسب عالية من الكربوهيدرات لا بد من الزيادة في معدل الأطعمة الكربوهيدراتية لمدة ثلاثة أيام بعد المنافسة الرياضية إذن تسمى هذه بالتعبئة الكربوهيدراتية وهناك أسس للتغذية بعد التمرين من أهم هذه الأسس شرب السوائل بكثرة لماذا نشرب السوائل بكثرة؟ من أجل تعويض الفاقد من السوائل والتي تخرج من الجسم عن طريق التعرق إذن لا بد من شرب السوائل بكثرة لتعويض الفاقد من العرق أثناء ممارسة النشاط البدني أيضا تعويض الصوديوم الصوديوم الذي يخرج عن طريق الفاقد من العرق أيضا يخرج الصوديوم لا بد أن نعوض الصوديوم بتناول أغذية أو أطعمة غنية بالملح مع مراعاة عدم الإسراف أو الإفراط في تناول الملح بل نأخذه أو نتناوله باعتدال إذن أبناء الطلاب والطالبات نؤكد على هذه المعلومة يقل الجلوكوز المخزم في الكبد والعضلات مع ممارسة الرياضة كما ذكرنا سابقا أن الجلوكوز هو الوقود للعضلات من أجل إنتاج الطاقة والحركة أين يخزن هذا الجلوكوز؟ يخزن في الكبد والعضلات ويقل مع ممارسة الرياضة ومن أجل استعايته مرة أخرى ومل خلايا الكبد والعضلات به ينبغي الزيادة في معدل الأطعمة الكربوهيدراتية لمدة ثلاثة أيام بعد الحدث الرياضي أو بعد المنافسة الرياضية كما ذكرنا قبل قليل أن الأطعمة الكربوهيدراتية من أمثلتها الأرز والمكارونة والبعض أنواع الخبز أيضا البطاطس فتعتبر هذه الأرضية تحتوي على كميات جيدة وكميات عالية من الكربوهيدرات إذن الزيادة في معدل الأطعمة الكربوهيدراتية لمدة ثلاثة أيام بعد الحدث الرياضي ماذا يسمى؟ يسمى بالتعبئة الكربوهيدراتية أي نعيد تعبئة مخازن الجلوكوز الذي يوجد في الكبد والعضلات نعيد تعبئتها مرة أخرى بالكربوهيدرات أيضا هناك أسس للتغذية بعد التمرين من أهم هذه الأسس شرب السوائل بكثرة لتعويض الفاقد من العرق خصوصا إذا كانت المنافسة الرياضية أو التدريب الرياضي يمارس في أماكن مفتوحة وخصوصا في فصل الصيف فسنفقد كميات كبيرة من العرق وكما ذكرنا أن العرق يحتوي على ملح السوديوم فلابد من تعويض السوديوم بتناول أطعمة غنية بالملح أيضا لابد من تعويض البوتاسيوم وهو من الأملاح المهمة إضافة لملح السوديوم لابد من تعويض البوتاسيوم بتناول عصير البرتقال والموز والبطاطس أيضا الماء على الرياضي شرب الماء البارد المثلج إلا أن متصاصه أسرع ولا يسبب شد عضلي مثل الماء الساخن بالإضافة إلى شرب كمية وفيرة من الماء أثناء المنافسة الرياضية فينبغي على الأقل شرب ثمانية أكواب من الماء يوميا إذن لابد من تعويض الأملاح التي تفقد من خلال التعرق خصوصا إذا كان النشاط الرياضي أو المنافسة الرياضية تمارس في أماكن مفتوحة وتمارس أيضا في أجواء حارة ورطبة لابد من تعويض البوتاسيوم بتناول عصير البرتقال والموز والبطاطس أيضا لابد من شرب كمية وفيرة من الماء أثناء المنافسة الرياضية فينبغي على الأقل شرب ثمانية أكواب من الماء يوميا أيضا من السوائل التي لا بد أن يحرص عليها الرياضيين السوائل والجلوكوز كما ذكرنا أن هذا الجلوكوز أو سكر جلوكوز كما ذكرنا أنه هو الوقود للعضلات والذي يكون وقود مهم لإنتاج الطاقة في العضلات خلال الأنشطة الرياضية الطويلة مثل العدو لا بد من إحلال السوائل والجلوكوز أي شرب السوائل والجلوكوز إن طال وقت النشاط الرياضي كما هو ملاحظ في منافسات العدو أو الجري لمسافات طويلة وخصوصا أن رياضات مثل العدو والجري تمارس في أماكن مفتوحة وقد تمارس في أماكن حارة ورطبة والتركيز الموصب من الجلوكوز هو 2 إلى 2.5 جرام لكل ديسي لتر من الماء إذن لا بد من إحلال السوائل والجلوكوز أي أن يكون المشروب الرياضي يحتوي على جلوكوز وأيضا على أملاح مثل أملاح الصوديوم وأملاح البوتاسيوم إذن إن طال وقت النشاط الرياضي التركيز الموصب هو 2 إلى 2.5 جرام لكل ديسي لتر من الماء والخبراء يؤكدون لا تشرب أكثر من 800 مليلتر من السوائل خلال أي ساعة من الأنشطة الرياضية التي تطلب قوة وتتحمل قوة التحمل لأنك ستملأ المعدة وسيعوق ذلك الأداء الرياضي أيضا من التغذية أو من التوصيات في التغذية المناسبة أثناء وبعد ممارسة النشاط الرياضي سنؤكد عليها مرة أخرى شرب السوائل بكثرة تعويض الفاقد أيضا تعويض الصوديوم بتناول أطعمة غنية بالملح وتعويض البوتاسيوم بتناول عصير البرتقال والموز والبطاطس أيضا لا بد من شرب السوائل أو المشروبات الرياضية خلال الأنشطة الرياضية الطويلة مثل العدو ولا بد من إحلال السوائل وجلوكوز إن طال وقت النشاط الرياضي والتركيز الموصابه من 2 إلى 2.5 جرام لكل ديسلتر من الماء والخبراء يؤكدون لا تشرب أكثر من 800 مليلتر من السوائل خلال أي ساعة من الأنشطة الرياضية التي تطلب قوة التحمل لماذا؟ لأنك ستملأ المعدة وسيعوق ذلك الأداء الرياضي أيضا أبناء الطلاب والطالبات هناك العلاقة بين الغذاء الصحي والوزن هناك علاقة قوية بين الغذاء الصحي والوزن وتتمثل في الآتي التأثير الإيجابي في عمليات النمو الغذاء الصحي يؤثر تأثيرا إيجابيا في عمليات النمو أيضا زيادة مستوى اللياقة البدنية ومقاومة الأمراض والمساعدة في شفائها وأيضا تعزيز مستويات الذكاء والقدرة على التحصيل العلمي إذن أبناء الطلاب والطالبات تحدثنا في درسنا لهذا اليوم عن إثراءات وهي عبارة عن دروس تم تعلمها سابقا وبالتحديد تحدثنا اليوم عن التغذية المناسبة بعد مارسة النشاط البدني وأيضا عن العلاقة بين الغذاء الصحي والوزن إذن سنذكر بأهم النقاط التي تحدثنا عنها في التغذية المناسبة أثناء أو بعد مارسة النشاط الرياضي شرب السوائل بكميات كافية تعويض الصوديوم والبوتاسيوم وشرب المشروبات الرياضية أيضا نذكر بالعلاقة بين الغذاء الصحي والوزن أنه له تأثير إيجابي الغذاء الصحي له تأثير إيجابي في عملية النمو ومستويات اللياقة البدنية ومقاومة الأمراض وتعزيز مستوى الذكاء والقدرة على التحصيل العلمي شكرا لكم أبناء الطلاب والطالبات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته